حرق دمي حرق دمي حرق دمي كيف حصل في ليفربول يا عمورة؟ هو كان ماتش مبارح كان بجده كان ماتش الموسم لليفربول كان لازم تاخد التلات نوع الدول كان لازم تفك عقدة الأنفلد والأنفلد بقى عقدة ليفربول بتخسر خمس ماتشات متتالية على ملعب الأنفلد أول مرة في التاريخ وأول مرة بطل الموسم اللي فات يخسر خمس مباراة على التوالي على أرضه بعد ما كان الأنفلد ده عقدة لأي فريق يجي بقى عقدة لليفربول نفسه الماتش كان كلوب مش عارفه هل هو بدأ بالتشكيلة المتاحة بس فوسط الماتش خرف شوية خروق صلاح هنتكلم عليه كمان شوية الماتش بقى ليفربول تقريبا في الشوت الأول ما كانش فيه أي خطورة على المرمى كان الخطورة كلها من شيلسي كان بيلعب في ظهر ليفربول بقى البين دفاع هما في بنيو وأوزن كباك بيلعب بيوم بخط تدفع متقدم جدا وانت عارف ان هما بطاق في ظل سرعة تشيلسي أظن لو بوليسيتش كان بدأ الماتش ده ما كان حكيم زياش أو ما كان أي حد يعني من اللي قدام هو وتيمو فرنر كان ممكن الماتش يروح لأبعد لأن بوليسيتش كمان سرعات عن زياش وزياش عم هو ماتش حلو جدا وتيمو فرنر قدم هو ده تيمو فرنر تشيلسي شرياه ودفع فيه فلوس هو قدم مباراة من أحسن مباراة وإمبارح آه ما سجلش آه سجل والفار لغا الفار ده بقى حاجة غريبة في إنجلترا ضرب الجزاء واضحة وصريحة وليفربول آه آه مش دي سبب الخسارة بس ضرب الجزاء صريحة في رمينو في إيد كانتي كانتي عامل كده يعني هي ضرب الجزاء صريحة صراحة وحتى جون شيلسي الأول بتاع تيمو فرنر أنا مش عارف فين الأفصايت هما بيحسبوها بإيه هما بيحسبوها بإيده ولا بيحسبوها بشعر بوته ولا إيه مش عارفين آه يعبرش الجملة الأخيرة دي تنفعش الجملة الأخيرة دي آه لي آه آه بس المباراة عم كان كان تيمو فرنر حقا وعمل ماتش حلو سجل هدف آه الغالفار آه وهندبول عم كان فيه ماتش قبلية توتنام وفولام موتت في إيد المواجم فإتلاغت إتلاغت جون لفولام فمحدش عارف بقى القنوم مشي إزاي هل هما آه في جاي قرر مساء يقللوا من ضربات الجزاء عشان كان معمول عليها جدال في أول الموسم إنه كان فيه ضربات تتحسب ملها وحرفيا آه بس عماتن الماتش آه ما كانش أحسن حاجة الليفربول طبعا في ميز باس كبير جدا في ميز باس كتير في نص الملعب كان بيؤدي الهجمات مرتدة خطيرة جدا على ليفر بول. عمتا نص ملعب ليفر بول كان سيء. ما كانتش فيه حتى لجونز وجونز ما قدمش أحسن مرتدة مبارح. كان قدم مات الشفلد كان حلو. كان ماشي بفورما حلو. بس مبارح ما كانش أحسن حاجة. فنالدم مش هو فنالدم بتاع كل موسم. الموسم ده حاسس أنا بدروب في مستوى. في دروب في مستوى الفرقة كلها. بس بنالدم حتى ما كانش فورما كان تايل لأنه برضو عنده مشاكل في التجديد. وعضو يخلص أخر موسم وبيتكلم أنه عايز عشرة مليون في السنة يكون من أغلى ثلاث لعيبة في أجر ليفر بول. بعد ما اتنشرت صحيفة ديسان الأجور بتاعت ليفر بول. علىهم صلاح. علىهم صلاح 200 ألف سترليني في الأسبوع. ولو كنا في ظروف غير دي كنت أأكد لك أن صلاح بعد مبارح هو ماشي. بس هل في فرقة دلوقتي في زمن الكورونا والمشاكل تتحمل مرتب صلاح كبير أو 200 ألف في الأسبوع. غير تكاليف انتقاله عمتا. مش هيقل عن 150 مليون أو 120 مليون ده بالميت يعني. فهي مبارح أصلا فيه انتقادات كتيرة قوي جات على كلوب. انت بتخرج الهدف بتاعك في ماتشن مهم جدا. هو كان الأنشط في الفرقة عمتا كلها وكان الأنشط في التلت الهجومي. قد كورتين واحدة الماني قلشت منه كان بيدور على الكورة. كان قدام الجون لو حتى كان ممتش يختلف جدا. واحدة الجونز عدت من تحته برضو. فهو اللي كان عامل شوية حركية. وحتى كرة الأخيرة اللي في الديها 89 دي بتاعت اوزن كباكر اللي شطها. لو كان صلاح موجود أظن إن هي كانت في الشبكة. فبرضو تغييرات كلوب مش مفهومة. طلع صلاح ونزلت شامبرلين. وخلى واحد زي فينالدن في الملعب. وطلع تياجو برضو في أخ الماتش. التغييرة دي عمر كل الناس كت متضايقة من كلوب في التغييرة دي. لأنها فعلا انت هدف الدوري بتاعك. وانت محتاج ماتش حاسم. صلاح عنده الكواليتي إنه ممكن يغطف لك أي كرة. في أي وقت. في أي وقت. انت محتاج ديك. انت محتاج الكورة اللي تخلص لك الماتش. انت لو كنت كسبت الماتش مبارح كان زمانك دخلت التوفور. ما كنتش زمانك نزلت سابع. وشيلسيا اللي طلع التوفور. التوفور أهميته في المشاركة في اليوروباليج. في الشامبينزليج. الشامبينزليج واليوروباليج. من بعد الرائق من بياني خامس هي يخشوا في اليوروباليج. ولو دخل يوروباليج ممكن الفرقة تفضل. ممكن واحد زي صلاح أو مانيل هما التوف كلاسس دول. يقول أنا إلي قاعدني أنا خدت شامبينزليج خدت دوري. طب لو أنا قلت لك يا عمر إن إحساسي. إحساسي مش معلوماتي. إن محمد صلاح ومانيم ياشي وسجل يا ناصر. ممكن بس برضو في الأول. إحساسي كده شكلهم كده مبارح. والتقارير اللي طلع إن مانيم ما بيحبش صلاح يسجل. وعدم التعاون بينهم. الانسجام غايب بين السلسل الأمامي. فرميني وصلاح ومانيم. وده أحد أهم أسباب سوء النتائج. كان فيه كرة في أول مموتشو كده. هو مانيم خدت قطع الكرة من على المدافع. والمدافع حتى رجله. لو ماني واي هي ضرب الجزاء. بس ماني يكمل على الكرة مع إنها راحت بعيد وقوقف عليها في خط الكورنر. بس محصلش أي خطورة. لو وقعها تضرب الجزاء. وهكتها تتحسب. هل بقى هو إيه وقع عشان صراح ما يجيبش جواب مثلا. ولا هو عشان كان عايز يروح يجيب الكرة ولا إيه. دي برضو حاجة مش مفهومة جدا. بس برضو مش عايزين ندي كريدت كله. لأخطاء يورجين كلوب. لا إحنا رازم ندي كريدت كبير جدا في الماتش. لتوماس توخيل اللي لعب من ساعة ما جيه. أعمل شكيز جدا. مخسرش أي مباراة من ساعة ما جيه. تمام عشر مباريات. تمانية كلين شيت منهم. لعب أربع مباريات حاسمة. كسب تلاتة. بتاعة الواحدة قدام منتشتر ينايتد الأسبوع اللي فات في الستانفورد بريدج. كسب توتنام واحد صفر. كسب أتلتكو مادريد واحد صفر. وكسب ليفربول واحد صفر. كلهم كلين شيت. تلعب ضد هجوم جامد جدا. توتنام مورينيو وقتليتكو سيميوني وليفربول فلوب. وحتى تعادلت قدام منتشتر ينايتد الحد اللي فات في الستانفورد بريدج. كنت ممكن حتى تخطف الماتش وارد جدا لأن منتشتر ما كانتش عامل أحسن ماتش خالص. دخل عامل سيزون من ساعة ما جيم مش سيزون هو جاي. لعب عشر مباراة حتة النهار مخسرش حتة النهار حتى لو مكسبش ما بيخسرش. هو بكسب تمام مباراة وتعادل اتنين. تمانية كلين شيت مدخلش فيه لاجون واحد بس في الدوري. من مينا مينو المعار حتى من ليفربول. برضو غريبة برضو إن انت محتاج كل العيب عندك في الفرقة. انت أصلا إصابتك كتيب بالكوم الموسم ده. فرايح تبيع برضو مهاجمة وتجيله عارة للفرقة تانية ست شهور. ورايح تجيب حرفيا مدافعين انت متعرفهمش. وجايب مدافع من أسوأ يعني. وزان كاباك كان قبل ما يجي كان بيلعف شلكة. وشلكة ووسط برومتش هما أسوأ دفاعين في الدورية الخامسة الأوروبية. فانت رايح تجيب برضو مدافع ممكن بقى يبقى بوتينشيل كمان تلات أربع سنين بس. مش اللي انت عايزه دلوقتي لو كنت عايز تنفس على الدوري أو عايز تنفس على طف فور. لأن انت برضو كنا تكلمنا في النقطة دي قبل كده. انت واخد شامبينز ليج واخد دوري فانت مش فرقة محتاجة فلوس. لأ انت قريدي معك فلوس ومحتاج. لو عايزت كنت تتكمل على نفس الرتم انت كنت محتاج تجيب لعيبة من الصف الأول. لعيبة تدعمك وان انت خدت ريسك ان انت عندك بس تلات لعيبة بيلعبوا في خط الدفاع. رابحهم بيبقى فابينيو. والتلاتة تصابوا حتى فابينيو قصاباته المسم ده. فروحة جيبت واحد بين ديفيز مش عارف بكامة. ما عندش تقريبا المليون. ووزن كبات جايبوا عارة. انت ليه مش عايز تصف. انت كنت المفروض تجيب مدافع تقيل جنب فاندايت من الصيف. ان انت برضو اه فيه أزمة مالية بس فين فلوسك انت روحت صرفت. تقريبا 22 مليون على تياجو الكانتارا. مش مبلغ برضو في لعيب كويس. اه مش ظاهر السيزون ده يمكن عشان صدادات نص الملعب بتوع ليفربور رجعه. لو نفتكر احسن ماتش عمله. هندرسن وفابينيو. الاتنين راجعوا له بالدفاع. وحتى هندرسن اصاب في ماتش ايفرتن. لو نفتكر احسن ماتش اللي تياجو الكانتارا كان قدام تشيلسي. لما نزل كان عمل اكتر عدد تمريرات تمريرات تقريبا لها تغيير ملعب في الدورة الانجليزي. وقدم ماتش حلو جدا وتعمل عليه الليلة كبيرة جدا. وكان عمل ماتش كويس لان هو ايه مأمن انت لما بتلعب بخط وسط. مثلا مكواب من فابينيو وهندرسن و تياجو. عندك تياجو اللي يديك الادورة الهجومية. عندك فابينيو اللي يديك الادورة الدفاعية. وقيل خليل بقولك باش تنساش ان فيه تلاتة من دفاع ليفربول مصابي. اما هو ده اللي انت خدت. ما انت خدت الريزك في اول الموسم ان انت تخش بتلاتة بس في الدفاع. ومنهم واحد مصاب كتير اول ما تب. هل ممكن يتمي اقالة يورجين كلوب يا عمر؟ هو كان فيه كلام طالع من اسبوع او حاجة ان هو مش اقالة بس ان هو يمشي. عشان كمان وفات والدته اللي معرفش يروح لها المانيا. ان هو يمشي الموسم ده ويرجع في بداية الموسم اللي جاي. يعني حد يكمل الجهاز. او حد يكمل حد يمسك بداله لحد اخر الموسم. بس عمتا لفربول برضو لسه مبعدش قوي. هو تلاتة واربعين من قطاع المركز التالي. بس الفرقة مش فاقة يا عمر. ما هو ده بقى مهمة يورجين كلوب الاصعب الموسم ده. الفرقة مش فاقة. انا مش شايف الفرقة فاقة. انه هو يورجين كلوب مدرب بيعرف يشتغل نفسي. انا عم الموسم ده مش بين قوي حتة النفسية. يعني مش بين خالص. ده بان انه مدمر نفسي يعني الحركة اللي عملها مع صلاح مبارح. قلت عليك ايه على النقطة بتاع على تغريدة رامي عباس اللي هي النقطة اللي حطها. اه بالنسبة لي هي عمل الجدل كبير جدا. في الصحافة تكلموا عليها كتير قوي في انجلتورا تكلموا عليها. اللي هو الخافي بيقول انه عمر افضل من محلين كتير جدا بيحاليه دوريات اروب. ونور ملل بتقولك انت مرتبط. لا انا مش مرتبط. واحمد اشتشتاق وقولك عمر استقل قناة الواحده ما عنده القناة التانية بتاع بو المحاطة زك. تفضل يعني. نكمل احنا الفكرة في ايه. اهم حاجة عشان تحط ليفربول تاني على المسار الصحيح. ان انت ماتش فولهم يوم الحد الجاي في الانفلد لازم تكسر عقدة الانفلد. خمس ماتشوات ما بتكسبش لازم ماتش فولهم ده تكسبه. بقى شكل ان كان وتحاول كمان تكسب سكور لازم صلاح يرجع يسجل مان يرجع يسجل. الفرقة تفوق عنده يوم الاربع اللي جاي ماتش مهم جدا. كان في دول الابطال مع ريدبول ليبزيك هما كانوا كسبانين في الزم 2-0 على ارض ليبزيك او مش ارض ليبزيك. يعني هما كانوا بيلعبوا في المجر. بس هيجولهم الانفلد. وان ان انت برضو دفعك مش احسن حاجة دي حاجة خطر. كنا شفنا حاجات بتنزل على تويتر اكاونت ليفربول بينزلوا حاجات على تويتر وانستجرام وكده. ان فيرجل فندايك رجع يلمس النجيلة بس الواحده. ممكن تكون مؤشرة خير ان هو لو رجع يمسك الفرقة. لان فندايك مكانش بس مدافع جيد فندايك كان قائد للفرقة. طبعا. كان قائد للدفاع. كان كمان شفنا النوم غاكي على بلاوة ارنلد كتير جدا. كان بيدي الارنلد الحرية كبيرة جدا. كان حتى بيدي لصلاح وماني كورت وليه مقشرة. خلوة مقشرة دي. كان حتى السنة اللي فاتت يوم ماتش تشيلتي لما صلاح حط الجون لما عدلع على شماله وحطها في البيضة. كان افسست فندايك. كان كورة طويلة من اخر الملعب لصلاح فندايك كان بيدي لك هلول كتير جدا هجوميا ودفاعيا حتى في الكور السبتة. كان مدي الارنلد الاريحية ان هو يطلع في الدور الهجومي يسند قدامه. ده كان مباروز ارنلد بشكل حلو. وانت برضو في ظل الموسم ده. عمر كلوب من الشخصيات اللي هي ممكن تضرب منتخبات لو مشي. عزك منتخب المانيا. او اي منتخب. انا احساس ان هو بيحب الشغل الوكلي يعني. لا ما اظنش ان كلوب في الوقت الحالي اصلا يسيب ليفربول. اظن ان لسه البروجيكت مكمل. في الصيف اكيد هيحصل حاجات. لازم يحصل ممكن لو انت ما روحتش تشامبينز ليج. اظن هيحصل ممكن تفويل الفرقة او تغيير جلد. لو انت كنت عايز تكمل مثلا. كان السير اليكس فركس المدرب منشستر ينايتد. كان في فترة كده لعيبة تمشي ولعيبة تيجي. بس نفس المدرب فاضل واللي عمل انجازات كتير جدا مع منشستر ينايتد. فانت ممكن مثلا لو انت ما روحتش تشامبينز ليج. ما ظنش ان في لعيبة من الصف الاول بتوعك. خصوصا صلاح وماني يلعبوا يوروبا ليج. ما ظنش. وفي حالة دي بالنسبة كبيرة جدا تفقد 90% صلاح وماني هيمشوا لو راحوا يوروبا ليج. انا شايف ان صلاح وماني مش فيه. بس برضو هي ظل الفكرة مين هيقدر يتحمل مرتبتهم او عبقهم المالي. حتى لو راح برشلونة او الريال صلاح بنفس الراتب معانش مشكلة. حتى ما تدري. سيال الفكرة بقي يدفعوا كام. ما ظنش برشلونة حتى دلوقتي قادر ان هي تدفع تكاليف صلاح لان برشلونة بتعاني من ازمة مالية. الريال. الريال برضو. هل فكرة ان صلاح برضو مش صلاح مش صغير صلاح كبير صلاح داخل في التلاتين. صلاح تسعة وشرين دلوقتي تقريبا. حتى ان هم برضو كان بيكاسل. أصدق على اعادة البيع بعد كده يبقى صابة يعني. او مساعد او ان هم يستفيدوا. صلاح ممكن يديك لعدة تلاتة وتلاتين يربع وتلاتين سنة صلاح. حتى بنشوفه بيشتغل على جسمك كويس. فصلاح لسا قدر يدي كتير. بس ممكن لو شفنا صراحة ليفربول بتخش تشامبينز ليج. لا ممكن نستنى حتى ممكن مسم كمان لحد مثلا مسم عشرين وواحد وعشرين 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 وعشرين. ممكن ساعتها بعد كندي ايه ماشيت صلاح. ان هو مثلا يروح يا رجال مدريد. او تكون حتى مشاكل برشونات حلت او يروح اي فرقة تانية. بس هاقق دلوقتي ان صلاح وماني يمشوف. فموص المتقلات واحد لا اقل حاجة. ماني مثلا ايه هيمشي بمية صلاح بمية وعشرين 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 وعشرين. ده اقل حاجة غير مرتبتهم. ماني بياخد اقل من صلاح بمية الف ستريني في الاسبوع. بياخد بخمسين في المية مثلا. وده بياخد متين وده بياخد مية. ده حقيقة. مش عارف برضو. تياجو اللي كان جاي كان بياخد مية وتسعين الف برضو. مش رقم قليل جدا. اه مش مش ظهر المسم ده. بس كما قلنا عشان نص الملعب بتوعك. اللي كانوا بيدولوا امداد براحته. ان هو يقدي الادور الهجومية بتاعته. اه في مسبوس كتير كان بيحصل منه في ماتش مبارح. مسبوس كتير بيحصل في السيجون عمتا. حتى ماتش ايفرتن اللي تصاب فيه. كان ماتش الخراب يعني اطف فيه. اه تياجو بتاع شهرين ونص. اطف فيه فندايك جاله رباط صليبي. فاحنا مش عارفين المسم ده رايح لفين. بس عمتا في ماتش تشيلسي. اه ممكن نقول تخريف كلوب. خلاص بقى كفاية خلاص بقى انت دوست علوم جامل. اه والله احنا بنتكلم. دومتم في امان الله. استاذ وعمر كان معانا. عاوز بس اقول لكم النهاردة ان انا فرحالي. الاتحاد سكنداري عمل نتيجة كويسة جدا. واداء ممتاز جدا. امام الانتاج الحربي. فاز بهدفين. عجبني جدا الروح. عجبني الاسرار. عمله ماتش قوي. الانتاج الحربي كان بلعب بأحمد كشري. مدير فني. حسام حسن النهاردة. رجع الروح لفرقة نهاري الاتحاد سكنداري. يا رب بالتوفيق دايما بإذن الله. انا بحب الاندازة الشعبية كلها. كل الاندازة الشعبية انا بحبها. يعني ما اتحاد اسماعيلي. اهلي زمالك مصري أسوان. اي فرقة شعبية انا بحبها. وبتمنى لي بقى لان الجمهور هو حلاوة كرة القدم. وهو من اجله تلعب كرة القدم. فاتمنى ان يبقى فيه حتى حضور جماهيري رمزي. في مباريات يعني نرفع المسألة شوية. سنرفعها ازاي يعني يعني. حتى نبدأ بالمبارات الافريقية. ان يبدأ يحضر مثلا الف الفين بتاع. اه في بعض الاندازة يحضر له جمهور. لكن النهاردة نادل التحاد سكندري عامل مطش رائع جدا 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 جدا. اذا كنت بحيل التحاد سكندري على اداء اليوم. فانا زعلان على اداء الاسماعيلي النهاردة. اللي تعادل ايضا مع وادي دجلة. واستمر في سلسلة النتائج السيئة. الاسماعيلي يحتاج الى تضافر ابنائه. والى ادارة تقدر جمهور النادل الاسماعيلي. وتقدر قيمة الاسماعيلي وتصنع فريقا. ضد الاستغناء عن اي لعب من الاسماعيلي. ومع دعم فريق الاسماعيلي. ماي بتسأل مطش الاهل الساعة كان مطش الاهل الساعة تسعة. ومطش الزمالك الساعة ستة بإذن الله على بينسبورت. الزمالك بتعليق حافظ دراجي. والاهل بتعليق علي محمد علي بإذن الله. وبنتمنى الفوز للاهل والزمالك في هاتين المباراتين المهمتين اللي كلاهيما. مستر باتشيكو عمل مؤتمر صحفي وأشاد فيه بلعبته. وقال إن أنا عندي مشكلة واحدة فقط. وهي اهضار الفرص السهلة. الوصول للمرمى مع اهضار الفرص. هذه المشكلة هي مشكلة مشتركة بين لعب النادل الاهل والعب النادل الزمالك. نتمنى بإذن الله بإذن الله أنهم يعملوا مباراة قوية بكرة. ويفوس كل منهما ويسعدوا جمهير الكرة المصرية. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.